إن من مظاهر ذلة المسلمين اليوم ما نراه من تهافة كثير من الشباب والشابات نحو مظاهر التشبه بالكافرين والكافرات في أعيادهم التي ألغاها الإسلام وأبطلها وأبدلنا خيرا منها ما يسمى بعيد الهالوين هذا أو يوم الهالوين عيد أصله وثني يتمسك به عبدة الشيطان حتى النصارى المتمسكون بعقيدتهم كثير منهم نبذ هذا العيد على اعتبار على أنه هو أصل وثني لا علاقة له بالعقيدة النصرانية في ابتعاث أرواح القديسين عشية جميع القديسين وبعضهم خلطه بالنصرانية كما خلطوا أصل العقيدة عقيدة التثليث مع التوحيد هل للمسلمين أن يرضوا بمثل هذه الخرافات وأن يرضوا بمثل هذه الخزعبلات إن هذا العيد الذي اجتمل على كل شر مظهرا ومخبرا فكرة وسلوكا هذا العيد الذي فيه التزيي بالأزياء الغريبة والمرعبة والمخيفة التي تقيف الصغار بل والكبار هذا العيد هل يمكن لمسلمين أن يتشبه بمثل هؤلاء إلا إذا وصل درجة من الضعف في إيمانه والبعد عن دينه والله لقد أحزنني ما رأيت من صور الرجال والنساء والصغار والكبار أين في أرض الحرمين في أرض الحرمين يحتفلون بهذه الاحتفالات وترى رجالا قد لبسوا تلك الأزياء وانتشرت في هذا اليوم يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر كما يحتفلون في ذلك كما يفعل النصارى وغيرهم من الوثنيين هنا وصلنا لماذا هذه الحال إن علماء وقفوا أمام الاحتفال ببعض الأعياد المبتدعة أو ببعض الأعياد التي فيها ريب وشك في انتسابها إلى الشريعة الصحيحة ثم هؤلاء يسكتون ولا ينطقون ولا يتكلمون بالمظاهر التي تتفشى في بلاد الحرمين وغيرها للاحتفال بالأعياد الشيطانية أعياد الشيطان يحتفل بها في بلاد أهل الإسلام